رحيله يمثل خسارة فادحة ليس للمشهد التشكيلي الأردني فحسب وإنما للمشهد التشكيلي والثقافي العربي بتلك الكلمات نعى وزير الثقافة علي العايد الفنان تشكيلي رفيق اللحام شيخ الفنانين الأردنيين الذي وافته المنية هذا اليوم سبعون عاما وأكثر وريشته تجود بأجمل اللوحات التي يلتقي فيها الخط واللون والهندسة مع التاريخ إنه التشكيلي رفيق اللحام الذي غيبه الموت بعد حياة حافلة بالإنجاز ولد اللحام في دمشق عام 1931 ودرس الصناعة والفنون على أيدي أشهر المعلمين آنذاك الرسام الذي قضى حياته كلها موظفا بين وزارة الأشغال وحتى وزارة السياحة ظل متمسكا بالرسم شغفا روحيا لم تخربه السوق التي ظل بعيدا عنها وكان أحد مؤسسي رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين والعرب شيخ الفنانين التشكيليين لم تكن عاطفته من النوع الذي صنع من خلاله الفنانون التشكيليون الوجدان الوطني بل كانت مختلفة إذ لجأ إلى الهوية الأكثر سعة وهي الهوية الجمالية الإسلامية رحلتي في الحياة والفن هو عنوان مذكراته التي حاول من خلالها أن يصلط الضوء على ما تعلمه من الحياة أساعده على أن يكون فنانا يرحل رفيق اليوم لكنه يترك إرثا فنيا يروي ثمانية عقود تلتقي فيها عمان بالقدس وتصافح جبال قاسيون ترجمة نانسي قنقر